السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطالب وأسعد الله وقاتكم تناولنا في المحاضرتين السابقتين كل ما يتعلق من طيافية الأشعة فوق البنفسجية والمرئية UV Visible من تعاريف المبادئ ومصطلعات مهمة مروراً بأهم العامل المؤثر عن الانتصاص الجزائي وأهم الانتقالات الجزائية قمرتنا لهذا اليوم عن التقنية الطيفية الثانية والتي تعنى بالانتقالات في المستويات الاهتزازية والتي نطلق عليها مطيافية الأشعة تحت الحمراء أو IR Spectroscopy كتعريف مبسط عن هذه المطيافية هي تلك المطيافية التي تحدث في المنطقة تحت الحمراء من الأشعاع الكهرومغناطيسي والتي يكون فيها الضوء أعلى طول الموجين وبالنتيجة يكون أقل تردد وطاقة من الضوء المرئي تقصد منطقة الأشعة تحت الحمراء شأنها شأن منطقة UV Visible إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هي المنطقة القريبة Near Infra Red وهذه المنطقة تمتد بين 4000 إلى 14000 سنتيمتر ماينوس 1 وما يعادلها بالمايكرو ميتر 0.8 إلى 2.5 مايكرو ميتر المنطقة الثانية هي المنطقة المتوسطة تمتد بين 400 إلى 4000 سنتيمتر ماينوس 1 وتستخدم لدراسة الاهتزازات الحاصلة للجزيئات وأخيراً المنطقة البعيدة Far Infra Red والتي تمتد بين 10 إلى 400 سنتيمتر ماينوس 1 وتكون قريبة من منطقة الأشعة المايكروية وتكون أقل طاقة وتستخدم في الانتقالات الإلكترونية عفونا الدورانية ما يهمنا في هذه الأقسام هو القسم الثاني أو القسم الأوسط كونه يركز على اهتزازات الحاصلة للجزيئات حالة حالة امتصاص الضوء ولغرب عمل مراجعة بسيطة لانتصاص عند الأشعة فوق البنفسجية المرئية وفي نفس الوقت مقارنة مع ما يحدث في الانتصاص في الأشعة ما تحت الحمراء فاللي يحدث في امتصاص لشعة فوق البنفسجية المرئية تحدث إثارة للألكترونات من مستوى أرضي مستقر Ground State إلى مستوى مثار Exited State عالي الطاقة غير مستقر ومن ثم تعود هذه الألكترونات إلى حالة غير مستقرة بعثة الضوء بشدة تساوي HMU يساوي الفرق بين المستويين الألكترونيين أما فيما يخص مطلافية الـ IR فإنه يحدث انتقال لكن هذا الانتقال يحدث بين المستويات الاهتزازية والتي تكون طاقتها أقل من الألكترونية بالتالي في أن الجزئة المتعرضة لهذا الضوء سوف تبدأ بالاهتزاز وبأشكال سوف يتم التكلم عنها في الدقاء القادمة إذن تقنية الـ IR ممكن أن تقيس الترددات الاهتزازية الجزئة وهذا مفيد جداً في تشخيص المجامع الفعالة في الجزئات ذكرنا الاهتزازات الجزئية فلابد أولاً معرفة ماذا نعني بالاهتزاز في جزئة الماء الاهتزاز هو أي تغير في شكل الجزئة نتيجة لتعرضها للأشعاء الضوئية وهذا التغير ممكن أن يتخذ أشكال عديدة مثلاً ممكن أن يكون ستراتشنج ممكن أن يكون بندنج نجي نطلق على كل واحد منه فيما يخص الستراتشنج هذا هو يسميه الاهتزاز المطلي والذي يسبب زيادة في طول الآسرة وهذا نرى في الترددات العالية التي تقع بين 1250 إلى 4000 سنتيمتر طبعاً هذا النوع من الاهتزازات يقسم إلى نوعين نوع نسميه سيمترق متماثل أي أن حركة الذرات تكون متماثلة بنفس الاتجاه هو أسيمترق غير متماثل تكون الحركة بشكل متعاكس كما تلاحظون في الشكل التالي النوع الثاني من الاهتزازات يسمى بالبندنج أو الثاني أو الطوي هذا الاهتزاز يحدث تغييراً في زاوية الآسرة بين الذرات في الجزائر الواحدة ويحدث هذا الاهتزاز عند الترددات الوضع بين 666 إلى 1400 سنتيمتر وعلى غير الثاني من الوضع فإنه أيضاً البندنج له عدة أشكال ممكن منها ما يكون في نفس مستوى الجزائي نسميه فتكون حركة بشكل مقاصي نسميه وممكن منها ما يكون خارج المستوى بشكل مستوى طبعاً هناك العديد من أشكال الاهتزازات خاصة من البندنج ممكن نراها أيضاً هذا الشكل يبين كل الاهتزازات الممكن الحدوثها في جزائيا فنلاحظ النوع الأول والثاني هو Symmetric and Asymmetric Stretching في حين بقية الأشكال الأربعة تكون Bending Scissoring بشكل حركة بشكل مقاص Rocking تدحرج بشكل تدحرج Wagging يكون يعني شكل حركة جناح الطائرة Twisting حركة ملتوية وسواء كانت الجزائية تهتز بشكل مضطي أو بشكل ثاني فإن الطرفي الآثرة الرابطة بين ذرتين لا بد أن يكون بينهما نوع من التآثر هذا التآثر يسمى بال Dipole Moment أو عزم ثناء القطب وعزم ثناء القطب يمكن تعريفه يمكن أن يحدث إذا كان طرفي الآثرة مختلفين في قيمة الكهرة السالبية أو المختلفين بالشحنة وبالتالي كلما كانت تغير في الشحنة في الكهرة بين الطرفي الآثرة كبيرا كلما كانت ال Dipole Moment عالية ولم بوسائل يسأل هم الممكن لإهتزاز الجزائية من أن يغير من ال Dipole Moment للجزائية وإذا سألنا السؤال بطريقة أخرى هل ممكن أن يؤثر ال Dipole Moment على امتصاص الجزائية لشعة تحت الحمراء الإجابة هي أن ال اهتزازات الفعالة نتيجة الامتصاص الجزائية لشعة الإير يجب أن ينتج عنها تغير في قيمة ال Dipole Moment فنلاحظ أن ال اهتزازات المطية الغير متماثلة تكون فعالة تجاه الإير لذلك تظهر امتصاص في الإير شاب في حين ال اهتزازات المطية المتماثلة تكون غير فعالة فعلى سبيل المثال سؤال Which of the following atoms or molecules will absorb IR Radiation and Y لدينا أربعة اختيارات طبعا هذا النوع نلاحظ أنه لدينا ثلاث جزائيات متماثلة ووحدة تكون مختلفة بالتالي نتوقع أن يكون الجزائية التي تنتص أشعة الإير وهي ال ICL كونها تكون غير متماثلة إذا لاحظنا أي تشارت في ال IR في مركب معين سوف نلاحظ أن يكمل هائل من القمم فيه وهذا في بعض الأمر قد يجعل القارئ أو الباحث يشعر بخيبة أمين أو بعض الإحباط لكن إذا عرف من أين جاءت كل هذه الإعداد من الإمتصاصات في تشارت سوف يبدأ شيء فشيء بفهم هذه القبم وبالتالي ممكن أن يقدر أن يفسرها وأي الأطياف المهمة أي الأطياف تكون مهمة وأيها يكون غير مهم فإذا أردنا حساب عدد الاهتزازات للجزائية فعلينا في البداية أن نعرف سواء كانت هذه الجزائية خطية أو غير خطية فإذا كانت الجزائية خطية تركيبة أو structure يكون بشكل خطية فإن عدد يجب أن نحسب طبعا number of atoms وبالتالي نحسب عدد vibration moons فنطبق هذا قانون 3N-5 الـ N هي عدد ذرات الجزائية الموجودة مثلا لدينا جزائية H2O كم ذرة بها ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين إذن N قيمة M هي كلافة وهكذا إذا كانت الجزائية غير خطية فبهذا الحالة حساب عدد الـ vibrational moons هنا ممكن أن نكون بالقانون 3N-6 عندنا مثال H2O جزائية الماء جزائية الماء مثل ما تعرفون structure مو خطية يكون بشكل زاوية بالتالي هي جزائية هذه الخطية فينطبق عليها القانون 3N-6 فلما نعوض عن قيمة N بـ 3 لأنه H2O عندنا ثلاث ذرات فيكون عندنا ثلاثة في ثلاثة ناقص ستة ويساوي ثلاثة توقع توجد عندنا ثلاثة نواع من vibrational moons مثل ما تلاحبون في هذا الشكل الشكل يكون symmetric وآخر bending وآخر يكون asymmetric توقع على توقع أيضا من الأسباب التي تؤثر بالزيادة أو بالنقصان في عدد الـ الاهتزازات النظرية في الـ سبيتروسكوبي لأي مركب هي ثلاثة عرب ممكن أن تكون نتيجة لوقوع هذا التغدد أو الاهتزاز في منطقة خارج المنطقة المعنية بالقياس بيننا نحن قلنا أنه نستخدم المد فيه مد أنفاريد ريجين اللي تمتد بين 404000 فإذا تحصمنا على فريكونسي خارج هذا الرينج فما ممكن بالتالي أن نستخدم من عنده ممكن أيضا يكون عندنا نقص في الديبول مومنت خلال الفيبريشن هذا أيضا راح يأثر على الاهتزازات اللي راح تعدد فيه الجزائية ومثل ما لتقنية الـ UV Visible من القانون يحتسب من خلال الانتصاصية الجزائية بأن الامطيافية الشعة تحت الحمار IR قانونه الذي من خلاله يمكن يحتسب العداد الموجية والاهتزازات وهذا القانون هو قانون هوك الذي يفترض هذا القانون من الآصرة بين ذرتين يمكن أن نشبهها بنامض حلزوني أو ما نسميه بالسبرينج ومن خلال هذا القانون نستطيع أن نعرف ما معنى الأرقام التي تظهر في الـ IR Chart يحتمد هذا القانون بالدرجة الأساس على ثلاث نقاط النقطة الأولى هو الفرق في الكهر السالبية بين الذرتين المرتبطتين بالآصرة النقطة الثانية الكتل لكل ذرة الكتلة لكل ذرة مرتبطة بالآصرة ومن خلالها ممكن أن يحتسب قيمة الميو وقيمة الكتلة المختزلة إضافة إلى الشكل الهندسي للجزئة مثال بسيط لتوضيح أهمية قانون هوك عن حساب التردد الاهتزازي طبعا بوحدات السنتيمتر منس 1 للآصرة CH ذلك بيعطاء المعلومات التالية حيث كما تلاحقون يعطينا الفورس كونستاند قيمة الكي يعطينا قيمة C اللي هي سرعة الضوء أيضا ممكن ينطينا الكتل كتلة الهايدروجين وكتلة الكاربون بمجرد تطبيق القانون عملية رياضية نلاحظ قيمة الامتصاص لجزئة CH هي 3100 وخاذ القيمة ممكن أن نجدها غالبا إن لم يكن كل جداول خاصة من طيافية الـ IR من قانون هوك نستطيع استخلاص العديد من العلاقات التي تساعدنا في توقع أين ستحدث الاحتزازات في المناطق الترددية العالية أو الواطئة فنلاحظ مثلا قوة الآصرة المتمثلة في قيمة كيل فإنها تتناسب تناسبا طرديا مع التردد الاهتزازي قيمة 100 وبما أن الآصرة تصبح أقوى معنات أنه كلما قصرت الآصرة كلما كانت أقوى فنلاحظ أنه الأواصر المزدوجة تعطي امتصاص أعلى من الأواصر المنفردة فعلى سبيل المثال C double bond C تكون تعطي امتصاص أعلى من C bond C نفس الشيء بالنسبة لC double bond O يعطي امتصاص أعلى من C bond O والسبب في ذلك أنه قوة الآصرة في C double bond O أو C double bond C تكون أقوى من نظيراتها ذات الآصرة الواحدة كلما قصرت الآصرة كلما زمت قوتها بالتالي تحتاج إلى طاقة عالية أو اهتزاز عالي لغرض الاهتزاز فتكون الأواصر المزدوجة قصيرة بالتالي تحتاج إلى طاقة عالية الكتلة المختزلة أيضا لكلتا الزرتين تلعب دور مهم في التموイن في طاقة اهتزازها فكلما كان الفرق بين الكتلتين ذرتين عالي كلما كان الطاقة الهتزازية أعلى وعليه فإنه الآصرة بين الـ C والـ H تكون أعلى من الآصرة بين الـ C والـ C الآصرة بين الـ O و H تكون أعلى من الآصرة بين الـ C والـ O وبنفس الفكرة يحدث عندما يكون لدينا آصرة O H و آصرة O D دي تيريوم طبعاً نظير الـ Hydrogen عينات الـ IR1 كانت تكون بشكل صلب أو سائل أو حتى غاز أو بكل حالة ممكن أخذ الـ Spectrum بشكل سلس بشرط أن تكون خالية من أي أثر للرطوبة وذلك لسببين أحدهما سوف نذكره إن شاء الله في مراحل متقدمة من المادة والآخر أن المواد الممزوجة مع العينة مثل السيزيوم بروميد مثل KPR هذه المواد ستتأثر بشدة بوجود الرطوبة ستأثر سلباً في إمكانية تطحنها مع المادة البراد قياسها أما في حالة النماذج السائلة فإن قطيرة السائل توضع بين شريحتين من الـ NACL وتكبس بسمك يكون أقل من 0.01 مليمتر وبعدها هذه الشريحة المكبوسة توضع في مسار الـ IR ويتم قياسها أيضاً في حالة مشابهة لقياس باستخدام شعة الـ U-Visible فإن القياس بالـ IR أيضاً يتطلب وجود خلية للمادة المرجع أو الـ Reference أو البلانك توضع فيها المذيب ممكن نضع فيها المذيب المستخدم لوحده وبطبيعة الحال فإن المذيب المستخدم أيضاً خصائص سوف نذكرها بعد قليل للمذيبات المستخدمة في تقنية الـ IR خصائص منها ممكن أن يكون أولاً Pure طبعاً هذه الخصائص لازم تتوفر في كل التقنيات المذيب النقي يكون أفضل لاستخدامه كـ Reference حتى نحاول أنه نتجنب أي تداخل ممكن أن يحدث أيضاً ممكن أن يكون طيف هذا السولفنت غير موجود من ضمن الرينج اللي نحن نشتغل به أو يكون بعيد تمام البعد عن طيف المادة اللي أريد حقيسة المادة الداخل معها أيضاً ممكن أن يكون هذا السولفنت جاف مرطب وممكن أن يكون ترانسبيرنت أي ممكن شفاف ممكن بسهولة ينفذ ضع من خلاله لا توجد فيه Particles تؤدي إلى أنكسار الضوء وهذا الأنكسار مثل ما ذكرنا سابقاً ممكن أن يؤثر على قراءة الممتصية أو الاهتزاز أنواع المذيبات المستخدمة المذيبات المستخدمة في IR كثيرة لكن أهمها هو Carbon Tetra Chloride وهذا يستخدم لأنه لا يظهر امتصاصات في المناطق اللي تكون أعلى من 1330 سنتيمتر منس 1 أيضاً عندنا الكربون Dysulfide هذا يظهر امتصاصات قليلة بعد أيضاً قبل 1330 لأنه يجب الانتباه إلى طبيعة المادة اللي ينذوبها بهذا المذيبان فاللاحظ مثلاً أنه CS2 ما ممكن نستخدمه كSolvent إذا أردنا أنه نقدر أو نقيس Primary أو Secondary أمين والسبب في ذلك أنه CS2 ممكن يتفاعل مع Primary أو Secondary أمين فينطينا مركبات أخرى أيضاً CS2 CCL4 أيضاً ممكن أنه يتفاعل تفاعل بطيء مع أمينو على الكعول أو مركبات الكعولات الأمينية بالتالي أيضاً مراحل رح يأثر لي على القراءة اللي يمكن أن أحصلها كلوروفوم أيضاً له ميزة جيدة أنه يظهر امتصاص في كل الأطوال الموجية إلا أنه يستخدم بنسبة أقل تحضير النماذج الصليبة يتم بعدة طرق نذكر منها طريقتين فقط طريقة الأولى طريقة العجينة وطريقة الماء تتضمن طاحن ما يقارب 2 إلى 5 ملغرام من المادة الصليبة مع خطيرة واحدة من النوجول وطبعاً هذا هو زيد هيدروكاربوني يشترط أن يكون أبعاد جزيئات أقل من 2 مايكرو ميتر حتى نتجنب السكاترينج اللي يحدث نتيجة مرور الضوء بعدها توضع هذه العجينة بين شريحتين أو صفيحتين من الأنية سيالة ثم توضع أمام شعاع IR في المكان المخصص طريقة الثانية هي طريقة الـ وهذه هي الطريقة اللي معتمدة عندنا في مختبراتنا واللي إن ما أتمنى أن تسنع الفرصة ممكن أن أستاذ عليه رسول في المادة العملية راح يشوفكم إياها بشكل الفيديو تتكون أخذ 1 إلى 2 ملغرام من المادة اللي أريد أقيسها واتحانها مع 100 ملغرام من الكي بي آر بعد ذلك يسلط عليها ضغط تكبس بضغط بين 10 إلى 15 باسكال بير انج باسكال بير سكوير انج بي سي آي نحصل على قرص شفاف هذا قرص شفاف يوضع في مكان القياس وتتم عملية القياس وأخذ الطيف ومثل ما للإشعة ما فوق البنفسجية والمرئية اليورفزيبول عوامل تؤثر على امتصاصها فالإشعة تحت الحمراء أيضا عوامل مؤثرة وهذه العوامل كما يظهر أمامكم هي أربعة عوامل تبدأ بتأثير الحث والرنين ثم تأثير التبادل مرورا بحجم حلقة المركب انتهاءا بتأثير التآصر الهايدروجيني فيما يخص تأثير الحث والرنين وهنا يظهر بصورة واضح عندما تحوي جزئة ماء على مزدوج الإلكتروني كان يكون نايتروجين أو أوكسجين أي أقصد أنه يحوي المركب على ذرة تحوي على مزدوج الإلكتروني نايتروجين أو أوكسجين فوجود مثل هذه الذرات اللي نسميها بالهايترواتوم ممكن أن يؤثر في قيمة امتصاص نتيجة لتأثيره بتأثير هذا النوع من التأثيرات سنرى على عدة مركبات نبدأ بالإيستار مثلا في جزئات الإيستار ولاحظ أنه ذرة الأكسجين المرتبطة بمجموعة الكربونيل تميل لسحب الإلكترونيات منه وبالتالي في أن قوة الآثرة سيزداد وبحسب العلاقة التردية مع التردد حسب قانون هوك يزداد التردد فتظهر قيمة سي دابل بوند أو بين 1720 إلى 1750 الحال يختلف في حالة الأمويدات حيث ترتبط مجموعة الكربونيل بذرة النيترونجي والذي يدور يحوى على مزدوج الإلكتروني يقو يكون قادر على أحداث نوع من التبادل في الأواصر نسميه مسبب حالة من الرنين تعمل حالة الرنين على إطالة الآثرة سي دابل بوند أو ولما نطول الآثرة يعني أنه تضعف وبالتالي فإنها تقلل من تردد سي دابل بوند أو فتظهر امتصاصية بين 1650 إلى 1700 إذن نقص بالنتيجة أن امتصاص السي دابل بوند أو نتيجة تأثير الرنين في الأمويد يقل لكن بفعل تأثير التأثير الحثي في الإستر يزداد حتى أعلى من الكيتونات المناظرة لها أيضا هذا التأثير يظهر واضحا في الأسيد كلورايد حيث أن ذرة الهالوجين المرتبطة بمجموعة الكربوني هالوجين أقصد كلورايد رومايد أيودايد ستعمل على زيادة ترددها بقيمة حتى أعلى من قيمة سي دابل بوند أو لموجودة في الإستراث في حين في حالة الإنهايدرايد سوف نحصل على قمتين في أتشارت لسي دابل بوند أو أحدهما تكون لمط متماثل والآخر يكون بشكل غير متماثل إذن من الممكن أن نلخص تأثير الحف والرنين على IR تشارت بالأمثلة الأربعة التي مرت علينا وأقصد الإستر والأمايد والأستكلورايد والأستانهايدرايد فبالتالي لما يأتي سؤال مثلا ما هو تأثير الحف والرنين على امتصاص آثرة الكربوني مثلا فمن الممكن أن نتكلم عن تأثيرها في الأمايدات في الإسترات في الأسيد الكولولايد والأسيد والهايدرايد العامل الثاني وهو عامل مألوف بالنسبة لنا وهو تأثير التبادل في الأواصل المزنوجة وكما كان الكونجوكيشن إفكت يزيد من قيمة اللمدا ماكس في اليو وفيزبول فإنه أيضا بنفس التأثير يزيد من الأطوال الموجية أي معناها يقلل من تردد الأواصر بالتالي هذا التقليل المركب المتبادل تكون تردد التأثير أقل بـ 25 إلى 45 سنتيمتر منص منص بالنسبة إلى نظيرة غير المتبادل حيث أن اللامركزية للإيكترونات ونسميها الـ دي وحتى في آسرة الـ يؤدي إلى تقليل ثابت القوة ومثل ما تعرفون من قانونه تخذنا أنه ثابت القوة تناسبا ترديا مع التردد فإذا زاد زاد التردد وإذا قلت تردد وبالتالي فإنه كلما ازداد تأثير التبادل كلما قلت قيمة تردد الامتصاص تأثير وجود الحلقة في المركب أيضا يلعب دور مهم في تغيير التردد والاتزاز حيث أنه كلما قل حجم الحلقة للمركب كلما ازداد تردد مجموعة الكربونيل حيث أن صغر الحلقة يعطي قوة للآسرة وبالتالي زيادة في قيمة التردد وحسب قانون هو نلاحظ في الشكل الأسفل أنه قيم الامتصاص متباينة بالنسبة لمجاميع الكربونيل للكيتونات الحلقية والإسترات الحلقية حيث نلاحظ أنه قيمة الترددات تزداد بنقصان حجم الحلقة بحيث يكون الكيتون الثلاثي الحلقي أعلى ترددا من الكيتون السداسي ونفس التأثير طبعا ينطبق على الإسترات الحلقية نلاحظ العامل المؤثر الأخير هو التآصر الهايدروجيني حيث تقل قوة التآصر الهايدروجيني بزيادة المسافة بين X و Y أي بين الهايدروجين والأوكسجين أو بين الهايدروجين أو أي ذرة تعوي على مزدوج أليكتروني وبالتالي فإن قيمة ثابتة قوة في معدنة هوك سيتغير ويتغير معه بطبيعة الحال تردد الاهتزاز للآصر وبما أن تأثير التآصر الهايدروجيني يزيد من الامتصاص نحو الأطوال الموجية العالية في الـ UV visible إذن فهو يعمل على تقليل الترددات الاهتزازية وهذا نفس التأثير ممكن نلاحظه فيه IR spectroscopy طبعا مع زيادة في شدة القمة وعرض القمة إذن نخلص أنه الهايدروجين بوندينج يقلل ولو بشكل قليل من تردد الاهتزاز للآصرة المزدوجة أو آصرة تسيدة بالبوند أو وعليه فأن العوامل التي تؤثر على التآصر الهايدروجيني ممكن تنخيصها بأولا الحرارة وتتناسب تناسبا عكسيا مع التآصر الهايدروجيني أيضا التركيز له تأثير مختلف على تآصر الهايدروجيني بنوعه الـ Inter والـ Intro أيضا الحامضية والقاعدية للمجاميع الموجودة في الجزائر أيضا ممكن أن تؤثر على التآصر الهايدروجيني وجود الحلقات في المركب أيضا يؤثر على التآصر الهايدروجيني وأخيرا شكل وحجم المركب أي الإعاقة الفراغية التي ممكن أن تحصل في المركب بعد كل هذه العوامل المؤثرة الأربعة التي ذكرناها نستنتج بأن تردد مجموعة الكربوني ممكن أن يتأثر بالعوامل التالية ممكن أن يتأثر بالحالة الفيزيائية وهنا يدخل تأثير درجة الحرارة لأنه درجة الحرارة ممكن أن تؤثر فيها الحالة الفيزيائية وبالتالي لما تتأثر الحالة الفيزيائية ممكن أن يتأثر تغدد الاحتزاز تأثير مجاميع المجاورة ولاحظوا أنه مجاميع المجاورة في مجموعة الكربونيل مركبات الكربونيل كثيرة ممكن أن تكون ألدهايدات ممكن أن تكون كيتونات ممكن أن تكون حامض كربوكسيدية ممكن أن تكون أنهايدرايد ممكن أن تكون أمايد كل هذه المركبات تحوي على مجموعة الكربونيل إلا أنها تكون مجاورة لها مجاميع أخرى هذه المجاميع تؤثر على قيمة الامتصاص الحمضية والقاعدية أيضاً ممكن أن تؤثر حجم الحلقة تأثير التبادل أيضاً لاحظنا أنه ممكن أنه ممكن أنه ممكن أن يؤثر من قيمة التردد ونمكن أن نقلل إليها بنسبة 5 بعدد 25 إلى 45 سنتيمتر منس 1 التأثير التأثير الهيدروجيني والإندكتيف إفكت مثال أخير حتى نقدر نفهم ونقدر نربط من هذه العوامل مجتمعة شون نقدر نفسر الأطياف اللي ممكن أن تجينا هذا أعطيه مركب كيتوني وآخر أسد كلوريد مثلاً وطلب أنه سبب التغيير في قيمة الامتصاصية حيث يكون مثلاً هنا في هذا المركب اللي أمامنا في الكيتون الامتصاصية 1720 في حين الأسد كلوريد تكون امتصاصية بين 1750 إلى 1820 فما هو السبب؟ منها ممكن أن نستخدم كل العوامل اللي مرت علينا واللي تأثر على امتصاصية مجاميع الكربوني فبالمقارنة مع المركبين ممكن نلخص أنه نشوف أنه النقاطة التالية أن الاختلاف في الكتلة المركب الكيتوني يحوي على مجموعة CH3 في حين الأسد كلوريد يحوي على مجموعة الكلوريد وهذا الاختلاف في الكتلة هو معناة اختلاف في تأثير الحف ممكن أنه اختلاف في تأثير الحف هنا أيضاً ممكن أنه لعاقة الفراغية حجم CL3 يكون أكبر مثلاً من حجم CL هنا قوة الآصرة بين CL وبين قوة الآصرة بين C double bond O يعني ذرة CL هي مجموعة ساحة ممكن أنه تسحب الألكترونات وبالتالي الآصرة سيتغير تغير قوتها ولم تتغير قوتها سيتغير التردد أيضاً التغير في الزوايا أو Strict Effect نسميه نتيجة لكبر أو حجم المركب حقيقةً هذا كل ما يتعلق بمحاضرتنا لهذا الأسبوع أنا أتمنى أن تكون استفاديتهم من هذه المعلومات أتمنى لكم كل التوفيق في مشواركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة